مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فندم أهلا بحضرتك وبشكرك على هذه المقدمة يعني الكثير علي والله تستاهل كل خير والإنسان سمع دكتور وكل الناس يعني كبير وصغير بيشكر فيك بصراحة فهنيئا لهم بيك في نقابتهم يعني قلنا يا دكتور أشرف ووضح لنا يعني عايزين نعرف تفاصيل أزمة مقتنائات الفنين الراحل أحمد زكي والجدل المصار حول مصير ممتلكاته هل فعلا أنه يعني النقابة لها علاقة بأزمة مقتنيات الفنان أحمد زكي تفضلي فان طبعا الفنان أحمد زكي طرفها من سنوات طويلة جدا وكان هايزم مكان موجود كانت المقتنائات دي مع هايزم يعني كان هايزم هو الوحيد اللي لها حق التصرف في المقتنائات دي سواء بقى يعرضها يخليها يحتفظ بيها ده قراره لما تغفى هايزم الله أرحمه وكان ظهر يعني ناش كتير أخوه له من الأم وأقرباء رامي رامي بركات وأقرباء الأستاذ أحمد زكي لما ظهروا هم كلهم لجأوا لي دار الفتوى في الأزر الشريف عشان يعرفوا المراس راحتين وكل واحد يبتدي أتعامل مع الحاجات اللي تخصه مظبوط إحنا هنا تغل يدنا إحنا مش طرف في الفصة خالص لكن يعني نقابة المهنة التمثيلية مش طرف في الموضوع ده إحنا مش طرف في ورسة يا فنان إحنا إحنا علاقتنا بورسة لكن كان في حوار بس بتتواصله بشكل شخصي إحنا كنا بنتواصل مع اللي كانوا ظهرين في الصورة اللي هم محامين أو محامي المستاذ رامي بركات وكان فيه كلام يعني إحنا محتاجين كذا وكذا حاضر نخلص أوراقنا ونخلص كل حاجة وكل حاجة هتبقى تمام وهنعملوا أنسا أي ظهرت الفتوى من دار الفتوى في الأزر الشريف أي اللي ليه حق نورس بس هو رامي رامي أي وباقي الأهل طبعا يعني اختفوا بعد هذه الفتوى ورامي طبعا ما كانش موجود كان فيه محامين هما بتولوا الحاجات دي وحصلت بقى لو حدك فاكرة الملف اللي حصل بعد كده وكان يعني أثيرة المشكلة دي أعتقد مع الأستاذ والإبراشي يمكن على مقضون وتدخلت معالي وزير الإستقافة وتدخلنا ولكن في النهاية الحاجات دي في قبضة أو تحت يد الوارد مش تحتهاد نحن فاحنا يعني دي رامي وأنا قابلته وشكادي إنه هو فيه مشاكل وقوعة فيها أنا مش بصدر بأنه أنا أفتحها دلوقتي كاي لا أكون طرفا في الخلافات دي رامي وبين يعني الخريق الدفاع اللي كان معاه لكن واضح إنه أشياء حصلت وموجود الكلام ده يعني على مواقع التواصل الاجتماعي ورجع مرة تانية اليومين دول لا أنا بتكلم لما رجع كان رجع من حوالي سنة يعني أنا أمعرفش بقى رجع دلوقتي رامي رجع تاني خصوصا مع ذكرى وفاة هيسم الحاجات دي في شقة من الشواء اللي يمتلكها اللي أستاذ أحمد زاكي وبالتالي يمتلكها هيسم وبعد ذلك قالت إلى رامي فإحنا المشفق دينا ولا عندنا الصلاحية ولا عندنا الشكل القانوني اللي إحنا ممكن نحطها دينا على الحاجات هم بقوا الشواء دي الناس والناس يشترك الشواء بما فيها وحصل تواصل والكلام ده كان على الهواء بين الناس اللي اشترك الشواء وبين المسؤولين في وزارة الصخافة وحتى معانا إحنا كمان وكانت هناك وعود ولكن يعني أنا معرفش الوعود دي ذابت فين لأننا إحنا مكناش طرف فيها طب دكتور أشرف حضرتك شايف أنه يعني من الضروري أنه يتعمل مدحف لمقتنيات أحمد زاكي إيه رأيك؟ يتعمل مدحف لكل الفنانين مثل أحمد زاكي لكن خلي بالك أن هايسم لما كان موقود وكانت الحاجات دي تحاوزت هايسم كان يعني أعتقد بس أنا طبعا ما أقدرش أحط نفسي في تفكير هايسم أو هايسم كانت دماغه بتقول إيه أو عايزة إيه أنا بقول يمكن الناس يعني أكتر حد مطلوب ده لأنه الوحيد يمكن أسرته كلها راحلة يمكن فيه فنانين كتير راحلوا ولكن أقرباءهم ووراستهم موجودين لكن يمكن الفنان أحمد زاكي عشان يمكن كله أسرته راحلة راحلت طبعا هو إخواته موجودين يعني بس أنا معرفتي يعني موجود إعلام الوراثة أو الفتوى بتعد دار الفتوى في الأزهر هي اللي بتقول مين اللي يورس ومين اللي يورس مش أنا يعني مش أنا اللي بس حريك حابب أنه يعني معنا أنه يكون فيه مدحف يعني هذا التحرك دم يحدث لي يعني في حياة عين هيسم هو موجود يعني حاجة مع هيسم لكن أنا أخلي بالحاجة من حاجة يعني هيسم الله يرحمه كان برضو منغلق يعني هيسم ما كانش يعني معنا وبروح كان برضو له طبيعة خاصة وله حياته خاصة وكان كتير بحب يبقى منفردا أو وحيدا يعني دي طبيعة الله يرحمه لكن في الآخر أنا مش قراري بقرار أسرة أو قرار ورصة لكن إحنا لن نتسبب في ذلك حاجة إحنا مش طرف حاجة وإحنا مش صح يعني إحنا أصل دي منتلكات خاصة بالزبط إحنا الحاجات موجودة في شقة والشقة بعوها بالزبط أنا المعرض أقدر أعمل إيه يعني أنا كان يخواب أقدر أعمل إيه يعني في الآخر يعني يعني ما عنديش الصلوات ولا الصلاحية إنما لكن اتهمات وحاجات وبتاع يعني أنا يعني 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 سمجيني أنا مش قدر رد لأن يعني خلاص يعني يعني الملف بتقفل صح مزبوط ولا داعي بفتح مرساً أخرى وخاصة في أوراق ومستندات من الأزر الشريف بتقول مين اللي من العصب ومين اللي مش من العصب ومين اللي من حقه نستير من كثمان ومين اللي مش من حقه ده أنا مش طرف في الكلام ده وقضية إن حد يكلمني وأنا مردتش عليه شياتك تعلامي إن أنا برد على أي تليفون بيكير يعني أنا يعني طبعاً ده إحنا يعني عهدنا بيك إنك بترد على الصغير والكبير دكتور أشرف مش قلتي إن أنا برد على أي تليفون ده صحيح ليه بقى حقولي شياتك حقيقي إن التليفون اللي جالي بلغني وفاس هايسن كان التليفون مش متسجل عني كان التليفون يرن فبقول ألف بقيت حد يعني حد محترم بيكلمني بيقول لي حاج فلاني فلاني قلت له قال لي طيب هايسن كذا كذا فأنا برد على التليفونات أنا معرفها واشو اللي عرفها واللي في إيدي بعمله أنا في حالة ما ردش على حد وكمان حريك كنت أول واحد موجود ونهيت الإجراءات أنا أرشي يعني واستأذنت وتقدمت الطلب للمحامي العام أنا ذاك وإن أنا أستلم الجثمان لإن لم يكن هناك أحد من العصب هنتكلم في كلامه قبل كده ما يحميش بمجاله يعني وخلاص يعني ربنا يرحم الجميع وربنا قدرنا نعمل حاجة لبقى السمالية شكرا